السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي والذي يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حقيقة في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع هام سنتحدث عن عناية الإسلام بتربية الطفل هذه التربية التي تشمل نواحي كثيرة جدا ولا تقتصر على جانب واحد ولكنها تشمل الجوانب النفسية والعقلية والجسدية وأيضا الفكرية وهناك النواحي الكثيرة المرتبطة بتقويم السلوك وأيضا بأداء هذا الطفل الذي سيصبح شاب في المستقبل ويتحمل الكثير من المسؤوليات مخطئ من يعتقد أن تنشئة أو تربية أو عناية الإسلام بالطفل فقط قاصرة على ما بعد الولادة أو الميلاد ولكنها بدأت منذ اختيار الزوج والزوجة وهناك الكثير من الأسس التي وضعها الإسلام حتى تنشأ هذه الأسرة على مجموعة من الأسس القويمة الأسس الصحيحة التي تضمن نشأة وتربية النشأ الجديد على هذه الأسس السليمة أتشرف في هذه الحلقة بوجود ضيوفي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبدالعزيز أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزر الشريف وأيضا دكتورة صفاء عبدالغني الواعظة بوزارة الأوقاف ومدرس التخاطب واضطرابات اللغة بجامعة بني سويف أهلا بحضراتكم ونتشرف بحضراتكم في ملتقى الفكر الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبدالعزيز أتحدث مع فضلتك في البداية عن العناية الكبيرة التي أولاها الإسلام لتربية وتنشئة الطفل والحقيقة كما تحدثت في المقدمة لا ترتبط هذه العناية فقط بفترة الميلاد أو تواجد هذا الطفل على قيد هذه الحياة ولكنها بدأت من مرحلة مبكرة وهي اختيار الزوجين بعضهم البعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق فأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا خلق الإنس والجن لعبادته وعنت الوجوه لعظمته وخضعت كل الخلائق لقدرته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار والأخيار أكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار أمرنا المولى تبارك وتعالى بالصلاة عليه تعظيما وتكريما له فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلاة نسعد بها في الدنيا والدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عمنا يا أرحم الراحمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث معكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك حول هذه القضية التي تحدث فيها فضيلة الأستاذ تامر في البداية وهي عناية الإسلام بالطفل وعناية الإسلام بالطفل لا تبدأ بعد الولادة إنما تبدأ قبل الولادة تبدأ في تلك المرحلة التي على أساسها يتم اختيار الزوجة ويتم اختيار الزوج لماذا؟ لأن الأولاد هم زينة الحياة الدنيا وهم عماد الظهور وهم الذكر الباقي للإنسان بعد وفاته يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له والهدف الأسمى من الزواج هو الزرية وهو الولد كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وفي الآية الكريمة التي يحدثنا المولى تبارك وتعالى فيها عن حكم من الأحكام التي تتعلق بالصيام أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يقول المولى في تلك الآية وابتغوا ما كتب الله لكم أي ابتغوا الولد كما قال أهل العلم وبناء على ذلك أيها الأحبة فالأولاد كما ذكرنا في البداية هم زينة هذه الحياة الدنيا وهم اللبن الأولى في بناء هذا المجتمع وإذا أردنا أن نبني المجتمع بناء صحيحا فلابد أن يكون الإختيار صحيحا ولذلك وجدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يحسنا على الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء وقد يتساءل الإنسان لماذا حثن المصطفى صلى الله عليه وسلم على الزواد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الكثيرة التي فيها أو منها أن النكاح سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني النبي صلى الله عليه وسلم وضح الحكمة من الزواد في الحديث فقال أغض للبصر ثم الحكمة الثانية هي ماذا؟ هي حصن للفرد أغض للبصر وأحصن للفرد ثم ماذا بعد ذلك؟ كما ورد في الآيات وفي الأحاديث الأخرى ابتغاء الولد والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حثنا على الزواد بيّن لنا الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الزودة والتي على أساسها يكون الإختيار حتى تكون اللبنة وحتى يكون الولد قد اهتم به الآباء والأمهات قبل أن يأتي إلى هذه الحياة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه تُنكح المرأة لأربع لمالها ولدمالها وحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك فالمصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن من خلال هذا الحديث أن المرأة التي يرغب الإنسان في الزواج منها ينبغي أن تتوافر فيها هذه الشروط وهذه الأمور من أجل ماذا من أجل هذا الولد الذي سيأتي في مستقبل الزمان حتى يكون لبنة صالحة في بناء هذا المجتمع وحتى يسعد به الآباء والأمهات وحتى يكون زخرا لهم في الدنيا وفي الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فلم يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الزوج باختيار الزوجة فقط إنما أمر الزوجة باختيار الزوج أيضا الذي توفرت فيه هذه الصفات التي جاءت في الحديث الشريف إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فهذا مظهر من مظاهر عناية الإسلام بالطفل قبل أن يأتي لأنه كما ورد تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس فالولد إذن من أو الزواج هو الثمرة التي تأتي بالزرية والزرية والأولاد هم الذين يقومون ببناء هذا المجتمع فالطفل الآن هو الشاب في المستقبل وهو القائد فيما بعد ذلك وهو العالم وهو الطبيب وهو المهندس فلابد أن تكون التربية على أسس سليمة ولابد أن تكون العناية في ضوء تعاليم الإسلام التي بينها لنا المولى تبارك وتعالى في كتابه وبينها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته لماذا؟ لأن حب الولد فطرة فطر المولى تبارك وتعالى الناس عليها ولأجل ذلك نجد كما جاء في القرآن الكريم أن الأنبياء الذين حرموا من نعمة الولد في فطرة من الفطرات تضرعوا إلى المولى تبارك وتعالى أن يرزقهم الذرية ولكن الزرية الصالحة ففي دعاء إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين لم يدع إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزقه ولداً أو يرزقه ابناً فحسب بل قال ابناً من الصالحين رب هب لي من الصالحين لأن صلاح الابن ينتفع به الوالد لأن صلاح الابن ينتفع به الأب كما ينتفع الابن بصلاح الوالد وجاء ذلك في سورة الكهف كما نعلم جميعاً أن المولى تبارك وتعالى سخر موسى عليه السلام وهو كريم الله وسخر معه العبد الصالح الخضر عليه السلام أن يقوم ببناء جدار هذا الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فصلاح الاباء ينفع الأبناء وصلاح الابناء ينفع الاباء ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربه قائلاً رب هب لي من الصالحين وفي الحديث الذي ذكرناه في البداية أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد قطى عمله إلا من ثلاث من هذه الثلاث من ولد صالح يدع له فالولد الصالح امتداد لأبويه الولد الصالح إذا قام بالدعاء بعد انتقال والديه إلى الرفيق الأعلى فإن المولى تبارك وتعالى يعطيهم من الحسنات ويعطيهم الكثير والكثير فيتعدبان وهما في الآخرة أو هما بعد الوفاة فيتعدبان من أين هذا يعني يقال هذا باستغفار ولدك لك إن العبد لترفع دردته في الجنة فيقول يا رب أن هذا فيقول هذا باستغفار ولدك لك فتح الله عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز والحقيقة فضلتك وضحت أمور كثيرة جدا عن الولد الصالح وهذا هو محور سؤالي لدكتور صفاء عبد الغني كيفية التنشئة الاجتماعية كيفية الحصول على هذا الولد الصالح وتهيئة الظروف المواتية حتى ننشئ جيل قادر على تحمل المسؤولية على التحلي بأخلاق الإسلام على التحلي أيضا بالأخلاقيات الإنسانية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد وميضلل فلن تجد له وليا مرشدا طبعا صاحب الفضيلة أنجز فأوجز وذكر في فضائل الإسلام بسم الله ما شاء الله يعني ما لا يعد ولا يحصل نذكركم بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثمن أن يضيق من يعول فالأطفال هي أمانة في أعناق والديهم فبالتالي إذا ما كانش الولي الأمر هيحسن تربيتهم ويحسن رعايتهم فهو بالتالي بيتحمل اسمهم بيتحمل وذرهم ربنا سبحانه وتعالى أفضح وتحدث في القرآن الكريم عن كل حقوق الطفل من حق الحمل وذكر في كتابه العزيز وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن يعني حتى حق الحمل ذكروا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حق الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني حق الرضاعة كان ربنا سبحانه وتعالى ذكروا فيه القرآن الكريم فحق الحمل وحق الرضاعة وحق الحضانة وحق الكفالة كل هذه الأمور ذكرت في القرآن الكريم فإحنا ملزمين نحن نطبق هذه الحقوق في الحياة العادية والحياة الاجتماعية لدى الطفل لأن بمجرد ما إحنا تخلينا عن هذه الواجبات فبالتالي أزهرنا للمجتمع مشكلات وأخرجنا جيل من الأطفال سيتحمل بعد كده تبعيات مشاكله في المستقبل صحيح لكن الحقيقة يعني في هذه التنشئة وفي هذه التربية نعد طفل قادر على التحلي بالأخلاقيات الإسلامية وأيضا بالمعاملات مع الآخرين نحتاج إلى طفل أكثر إنسانية لديه الكثير من التفكير لديه الكثير من الأفق الواسع لديه حالة من حالات اليقظة الشديدة جدا والانتباه وأيضا المشاركة المجتمعية مع الآخرين كيف نهيئ هذه الظروف ونحصل على هذا الطفل المتميز الذي ينشأ في بيئة إسلامية قادر أن يعبر عن أخلاقيات الدين الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز عندما ننظر في القرآن الكريم ونقرأ في آياته المباركة ندد أن المولى تبارك وتعالى لم يترك صغيرة ولا كبيرة تتعلق بالإنسان في خصية نفسه أو في محيط أسرته أو في البيئة التي يحيى فيها إلا ونص المولى تبارك وتعالى عليها صراحة أو إشارة وفيما يتعلق بما نحن نتحدث فيه حول تنشئة الطفل أو حول رعاية الطفل الرعاية الإسلامية الصحيحة في ضوء تعاليم الإسلام وفي ضوء تعاليم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ندد في صورة لقمان ما يدل على ذلك فالإسلام اهتم برعاية الطفل الرعاية الدينية أولا بعد أن اهتم به قبل أن يأتي وبعد أن اهتم به أثناء الحمل اهتم به بعد أن أتى إلى الوجود فكما سمعنا وكما قلنا من قبل الإسلام اهتم بالطفل قبل أن يولد وفي أثناء الحمل ثم بعد الولادة ماذا بعد الولادة هنا نجد أن التربية مسؤولية الآباء والأمهات كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته وبناء على ذلك فالآباء والأمهات مكلفون برعاية الطفل وتربية الطفل التربية الدينية الصحيحة التي من خلالها يصبح ذلك الطفل أو يصبح ذلك الولد في المجتمع بناءا وفي المجتمع عضوا صالحا يصلح ولا يفسد ويعمر ولا يخرب نجد في وصايا لقمان الحكيم لابنه أول وصية من الوصايا هذه الوصية يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وبناء على ذلك فينبغي على الآباء والأمهات أن يغرسوا في أبنائهم الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة التي تتمثل في الإيمان بالله وحده الخالق الذي أودد هذا الكون والذي أبدع هذا الكون لأن المولى تبارك وتعالى في آيات كثيرة عندما أمرنا بعبادته بيّن لنا الأسباب التي من أجلها أمرنا بعبادته يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا ينبغي مع هذه النعم ومع هذا العطاء ومع هذه الرعاية للإنسان قبل وبعد الولادة وفيما بعد أن يشرك بالله تبارك وتعالى ولذلك كانت الوصية الأولى من الوصايا التي ينبغي على الآباء والأمهات أن يحرصوا عليها التربية الدينية يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولذلك وجدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي ويعلم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو غلام هذه الوصية التي فيها يا غلام إني أعلمك كلمات ويا عبد الله إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله وعلم أن الأمة لو اكتمعت على شيء لينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اكتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وبناء على ذلك فلابد أن نحرص أولاً وقبل كل شيء أن نعلم وأن نغرس في أبنائنا وفي بناتنا العقيدة الصحيحة ثم يأتي أو تأتي بعد العقيدة العبادات تعويد الإنسان على العبادة تعويد الطفل على العبادة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فينبغي على الأب أن يصحب ابنه إلى المسجد وهو طفل صغير ليتعود على هذا ينبغي أن يعوده على قول الصدق ينبغي أن يعوده على الأمانة ينبغي أن يعوده على ماذا وأن يربيه على ماذا على مكارم الأخلاق جاء ذلك في وصايا لقمان لابنه وهو يوصيه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولذلك وجبنا في القرآن الكريم أن سيدنا إسماعيل عليه السلام من الأمور التي كان ينصح بها أهل بيته وينصح بها أولاده وهو ماذا وهو كان يأمر أهله بالصلاة وبناء على ذلك فالعبادات ينبغي على الآباء والأمهات أن يحرصوا عليها مكارم الأخلاق ينبغي عليهم أن يربوا الأولاد عليها لأن الأخلاق جزء أصيل من هذا الدين الأخلاق جزء أصيل من هذا الدين والعبادات الثمرة المرجوة منها هي حسن الخلق فإذا رأينا الصلاة فإنها من ثمارها أنها ترب الإنسان على حسن الخلق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلا ينبغي على المرء أن يقدم على الصلاة ثم بعد أن ينتهي من صلاته يفعل الموبقات ويرتكب المحرمات ويرتكب المعاصي والسيئات إذن الصلاة لم تثمر الثمر المرجوة منها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الصيام يحقق تقوى الله تبارك وتعالى والتقوى هي ماذا فعل للمأمورات واكتناب المنهيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الزكاة تثمر ماذا تثمر حب الآخرين والتعاطف مع الآخرين والتراحم مع الآخرين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر فهذه مكارم الأخلاق لا بد أن يحرص الآباء والأمهات على تربية أولادهم عليها على الصدق على التواضع على الأمانة على الإحسان إلى كل الذين يعيشون معه في المجتمع ولذلك كان من وصايا لقما أيضا لابنه ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة واقصد في مشيك واغضض من صوتك هذه هي مكارم الأخلاق التي ينبغي أن نربي عليها أبناءنا لأننا لو ربينا الأبناء على ذلك ساعدنا بهم في هذه الحياة وفيما بعد هذه الحياة وهذه نقطة مهمة جدا تحدث عنها فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز تحدث عن التربية الدينية الصحيحة للأبناء وأيضا على ضرورة ضبط وحفظ العبادات وأخيرا تحدث عن مكارم الأخلاق التي لا بد أن يتحلى بها الأبناء هناك جانب آخر وهو سؤالي للدكتورة صفاء عبد الغني عن الجانب الجسدي والفكري وتنمية المهارات الغوية الخاصة بالأطفال وكيفية الحفاظ على الجسد والحفاظ على النفس وتهيئة كل هذه الظروف التي اعتنى بها أيضا الإسلام ولكن البعض يهمل هذه الجوانب الجسدية الرياضية التي لا بد أن يكون عليها الطفل منذ مرحلة مبكرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى الإسلام لم يترك مجال من مجالات الحياة إلا وأوصى بها يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيلعب مع العمير ويقول له ماذا فعل يا عمير ماذا فعل النغير والنغير ده كان عصفور صغير كان بيلعب به طفل صغير فرسول الله صلى الله عليه وسلم في خضام مهامه وغزواته وانشغلاته وإلا أنه لم ينسى أن يلعب مع الطفل الصغير فعلم الأباء اللعب مع الأبناء علم الأباء الاهتمام بالأبناء علم الأباء أن ينشغلوا بمهام الحياة عن أولادهم قديما كان ينظر للمرأة وكان ينظر للفتاة أنها سبة أو أنها حاجة في أيام الجهلية كانت تقتل إلا أن الإسلام رفض وقت البنات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فالحمد لله رب العالمين أن الإسلام لا يفرق بين البنت والولد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهم وسقهن وكساهن من جدته أي من ماله كان له حجابا من النار يعني ربنا سبحانه وتعالى كمان أكرم المرأة وعظم مكانتها عظم اللي ربنا يرزقه بالفتيات عظم اللي ربنا يرزقه بالبنات وعطاه كمان يعني ميزة أكثر من اللي عنده صبيان يعني ربنا سبحانه وتعالى حاجة بالنار بكل ما فيها عن أبو البنات فده تفضل من ربنا سبحانه وتعالى لأبو البنات لحاجة كبيرة جدا 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 الحاجة التانية علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل يعني معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى أوصانا أن الاهتمام كمان يكون بالجانب الرياضي بالجانب البدني بالجانب النفسي الإبن ليه على والده أن يكفله في الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية أن يتبدل معه النقاش أن يتبدل معه أطراف الحديث أن يهتم به ولكن بنفتقد هذه الأمور بشكل كبير بنفتقد هذه الأمور لأن مشاغل الحياة بدأت تلهي الولدين عن مهمهم فبدأ الوقت يحل محل الرباية الإيجابية النت والوسائل التواصل الاجتماعي بدأت تبسي دينا الأفكار السلبية بدأت تبسي دينا الأشياء المغلوطة فبدأنا أننا نحن الوقت بنقدر نحاربها ونبدأ نتعامل معها بأساليب الإيجابية أنا في المقام الأول أشكر صاحب الفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة لأن منذ عام 2017 وهو فتح لنا باب المشاركة المجتمعية في العديد والعديد من الحملات المجتمعية نحن نزلنا بشراكة مع المجلس القوم المرأة حملات طرق الأبواب نزلنا بها لنتحدث مع الولدين نتحدث بها مع الفتيات عن زواج القصرات وأختار زواج القصرات عن الأسرة المصرية عن دور الأمن في رعاية أولادها بدأنا نتكلم معهم عن مخاطر الختان بدأنا نتكلم معهم عن مخاطر التقصير مع تربية الأبناء والأولاد وكان لها مرضوط حلو جدا جدا بدأنا نحن ننزل في جميع محافظات الجمهورية عملنا شراكات تانية مع العديد من الهيئات ومن الهيئة للقبط الإنجلية للتسامح الديني لقبول الآخر بدأنا نأخذ نعمل معسكرات للأفطفال بدأنا نعمل معسكرات للطلاب المدارس بدأنا ننزل لعمل محاضرات للطلاب المراهقين والشباب ونعمل معسكرات لهم صيفية فبدأنا نتواجد بصفة يومية معهم ده خلى نوع أنواع التداخل والتشارك وبدأنا نوعي الولدين ونوعي كمال الأبناء مسألة التوعية يعني بشكر حضراتكم عليها لأن حضراتكم بتقوم بمجهود كبير جدا في هذه النقطة والحقيقة يعني مشكلات كثيرة جدا ظهرت في الفترة الأخيرة نتيجة لإهمال الأسر للأطفال وترك الأطفال يعني بدون رعاية وبدون اهتمام كبير جدا بدأ يظهر عندنا مشكلات في التخاطب وفي مشكلات أيضا وانتشار للتوحد بشكل كبير جدا والحقيقة عناية الإسلام كفلت الاهتمام بالطفل في كل كبيرة وصغيرة ولكن بدأنا نجد مساحات أكبر للألعاب الإلكترونية وأيضا الفضاء الواسع اللي بيشمله الإنترنت وبدأت الأسر تهمل العناية الكاملة بالأطفال للأسف الشديد أن الأم علشان توفر وقت لمشاغل البيت أو لقضاء حتاجات البيت فبدأت تحط الطفل بصفة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يعني المجال أنه يقعد قدام الكمبيوتر أو يقعد قدام اللابتوب فبيقعد يلعب فترات طويلة فبدأت الطفل ينعزل عن المجتمع ودي كانت من ضمن الأفاة اللي احنا بدأنا نعاني منها كمتخصصين في مجال التربية الخاصة أن الطفل بيجيلي حتى لو هو طفل نورمل المشكلة عنده أنه هو بيقعد فترات طويلة جدا فالتواصل الفعلي بينه وبين الآخرين يكاد يكون من عدم فبالتالي بيعمله تأخر لغوي بيعمله تأخر في الكلام فابدأ أقول للأم من فضل حضرتك ابعديني عن كل تواصل الاجتماعي السوشيل ميديا والكمبيوتر والألعاب الإلكترونية وابدأي أعملي حاجة اسمها free talking free talking راح يكون متكلم عليها الحديث الحر أو الكلام الحر إن القومة تبدأ تتكلم ابنها عملت إيه النهاردة رحت فين أكلت إيه تحب تشرب إيه تحب تروح فين تيجي ننزل عندي تيتا الزرارة الاجتماعية الخروج للجد والجدة الخروج للأصحاب النزول للجامع النزول للمدارس القرآن الكريم كل هذه التفاعلات الاجتماعية الحياتية بتدي فرصة للطفل أنه يعبر عن احتياجاته كان مهم جدا جدا أن الأطفال كمان بيتعلموا من خلال هذه المواقف الأداية بالعامة ثقافة الاحتزار ثقافة الاحترام ثقافة الدور يعني الألعاب الجماعية اللي احنا كنت ماد فيها أولادنا سواء في النادي أو في المعسكرات بتخلي الطفل يتعود على احترام الدور على اللعب الجماعي فكل الحاجات دي لازم نحنا بنرجع تاني نعود الأم ونقولها من فضل حضرتك ابعيدي عن وسائل التواصل الاجتماعي ابعيدي عن الميديا والمالتي ميديا ابدأي عايش الطفل الحياة الفطرية الطبيعية علشان دي انت بتقتل طفولته بيها فده كل الحاجات دي احنا بنحطهاك في جدول متابعة أعمال ونحاول نحن نخلي الأمة تشتغل عليها يعني بتوفيق بإذن الله دكتورة الصفاءة الغني في كل ما تقوموا بها عدرتكم يعني من عناية كاملة بالأطفال ولكن سؤالي لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز عن الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الحقوق فهي تنقسم إلى أقسام متعددة هناك حقوق قبل الولادة وهناك حقوق بعد الولادة فمن الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل أثناء أو قبل الإتيان أو قبل الولادة معروفة وهي حسن اختيار الزوجة وحسن اختيار الزوج لعدة أسباب ذكرناها في البداية ثم بعد ذلك حقوق متعلقة بفترة الحمل من تغزية الأم من الأكل الجيد من الحركة الجيدة حتى يخرج ذلك الطفل وهو في صحة جيدة لأن التغزية عليها عامل أساسي والقرآن الكريم أشار إلى هذا في آيات واضحة ثم هناك حقوق أخرى متعلقة بعد الولادة وهي حق التعليم حق من الحقوق التي ينبغي على الآباء والأمهات أن يحرصوا عليها وهو حق التعليم تعليم الابن أو تعليم الولد التعليم الذي يؤسس به ذلك الغلام أو ذلك الطفل يؤسسه ليكون عضوا صالحا في المجتمع وبناء على ذلك التعليم يبدأ من خلال كما سمعنا من خلال الذهاب إلى مدارس القرآن أو من خلال الذهاب إلى المدارس من خلال الذهاب إلى الاختلاط مع الآخرين في مجال التربية والتعليم لماذا؟ لأن المدارس القرآنية أو المدارس التعليمية أو المعاشرة مع الآخرين يكسب ذلك الطفل الحديث والقدرة على الحديث والقدرة على الفهم والقدرة على التخاطب مع الآخرين فهذا ينبغي أن نحرص عليه والمدرسة يعني عليها جانب مهم من الجوانب وهو رعاية ذلك الطفل والنظر إليه والتأمل فيما يفعل والتأمل فيما يقول والتأمل في حركاته حتى إذا وجدت المدرسة أو من يقوم عليها خللا في أي أمر من هذه الأمور قامت برعايته وقامت بإصلاحه كما هو معلوم لدينا دميعا من الحقوق أيضا التي حرص الإسلام عليها وهو حق العدل بين الأطفال في المعاملة والمعاملة الحسنة التي تكون من الآباء والأمهات لأولادهم فالمصطفى صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إليه كان يلاعب الحسن والحسين وكثيرا ما كان يحمي ظهره صلى الله عليه وسلم لهما ويقول لهما أنا جملكما والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في يوم من الأيام يعني نزل من على المنبر وحمل الحسن والحسين لأنهما كان يعثران في المشي وقال لم أصبر على أن أراهما بهذه الكيفية وبناء على ذلك فحق المعاملة الحسنة مكفول وحق العدل بين الأولاد في المعاملة الحسنة مكفول سووا بين أولادكم حتى في الكلمة حتى في القبل حتى في العطية التي تقدم لأننا رأينا من خلال آيات القرآن الكريم أن أخوة يوسف عليه السلام يعني حدث في قلوبهم شيء اتجاه يوسف عليه السلام لماذا؟ لأنهم رأوا من خلال فكرهم ومن خلال عقولهم أو من خلال اكتهادهم أن يعقوب عليه السلام يميز يوسف عليهم في المعاملة فترتب على هذا الأمر أنهم قاموا بما قاموا به مع يوسف عليه السلام والقرآن الكريم ذكر هذه القصة وبناء على ذلك فمن الحقوق التي هي مكفولة للأولاد ومكفولة للطفل المعاملة الحسنة والعدل في المعاملة والعدل في العطية من الحقوق المكفولة أيضا المساواة بين الذكر والأنسى في كل شيء المساواة بين الذكر والأنسى في كل شيء من أمور الحياة من أمور الحياة التي جاءت في الشريعة الإسلامية أما الحقوق المتعلقة فيما بعد الوفاة وفاة الأب أو وفاة الأم هذه حقوق نص عليها الشارع الحكيم لا تغيير فيها ولا تبديل وهي المراس أما الحقوق المتعلقة من الآباء والأمهات بالنسبة لأولادهم فهي المساواة بين الزكور وبين الإناس في المعاملة من كانت له أنسى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها كانت له حدابا من النار وبناء على ذلك فالأنسى لها من المعاملة الحسنة كالذكر تماما بتمام لأن الذكر هب من الله والأنسى هب من الله ولا يملك الإنسان من هذا الأمر أي شيء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة فالأولاد نعمة وهبة من المولى تبارك وتعالى ولا يستطيع الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأتي بذكر أو أن يأتي بأنسة فالعطاء من المولى تبارك وتعالى وهو هبة وما دام هذا العطاء هبة من المولى فينبغي أن يتعامل الآباء والأمهات مع هذا العطاء بالمساواة وبالرحمة ومن الحقوق التي هي للأولاد من حقوق الرعاية ومن حقوق العناية أيضا أن الرفق في المعاملة الرفق في المعاملة فلا يتعامل مع هذا بشيء من الرفق ويتعامل مع هذا بشيء من القسوة أو بشيء من المساواة بين الأبناء المساواة بين الأبناء في كل شيء لأن من صفات المربي أن يكون رفيقا وأن يكون رحيما فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يقوم بتقبيل الأولاد الصغار وكان يصلي وهو حامل للسيدة أمامة بنت السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما ولما دخل عليه أعرابي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن تعجب وقال يا رسول الله أو تقبلون الأولاد أو تقبلون الأطفال فقال النبي له نعم فقال لي إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم أوأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك فالرحمة لا تنزع إلا من إنسان شقي الراحمون يرحمهم الرحمن ولذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الأباء والأمهات مع العدل مع المساواة الرحمة والرفق والليم في المعاملة لأن هذه المعاملة يترتب عليها حسن التربية وهي من الحقوق الواجبة واللازمة للأولاد والذكور والإناس على حد سواء شكرك فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز على هذا الحوار الذي جاء متضمن لمجموعة من النقاط الهامة جدا مثل الرحمة والمساواة والعدل بين الأبناء وهذه هي النقاط التي لا يجب أن يتحلى بها كل أب وأم في تربية أبنائهم دكتورة صفاء عبدالغني نصيحة أخيرة من حضرتك توجيهها للأسر حتى يستطيعوا بناء هذا الكيان على أسس صحية ونفسية سليمة بفضل الله سبحانه وتعالى وزارة الأوقاف المصرية قمت بعمل مبادرتين في الفترة الحالية المبادرة الأولى هي حق الطفل ودي موجودة في جميع مساجد كمهورية يعني الحمد لله رب العالمين الوزارة الوقتي أولت رعاية قوية جدا 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 للأطفال وبدأت تعمل لهم في كل ملحق مسجد دورات للأطفال تعرفهم السلوكيات الإيجابية والتربية السليمة والأخلاقيات المسلم الصغير والأخلاقيات اللي يجب أن تحلى بها المسلم وديت وجدت في جميع ملاحق المساجد على المستوى الجمهورية من أول إسكندرية لحد أسوان في نفس المستوى بدأت فيه مبادرة تانية اسمها سكن ومودة للسيدات والأخوات المتزوجات والمقبلات على الزواج لأسس الاختيار الشريكي للصالح لأسس اختيار الزوج الجيد كيفية بناء أسرة سوية كيفية معاملة الأبناء كيفية تربية الأبناء التربية الإيجابية فأتمنى إن شاء الله رب العالمين من السادة المستمعين والسادة المشاهدين أن يبدأوا كل واحد من حضراتكم يبدأ يدور في المنطقة السكنية المحيطة به ويبدأ يدور على المساجد اللي فيها فعاليات المبادرتين دولة ويلحق أولادهم به لأن دي فيها إيجابيات قوية جدا 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 وأتمنى كمان إن حضراتكم تبدأوا تشتروا المجلات زهيدة السمن اللي فيها السلوكات القويمة يعني زي مثلا مجلات الفردوس أو زي المجلات اللي احنا بنتباع فيه الأماكن الجرائد اليومية دي بتبقى كلها فيها أخلاقيات ابدأ كلم ابنك ابدأ تحكي معاه ابدأ قعد سمعه قصص الرسول ابدأ سمعه قصص الصحابة ابدأ افتحه القنوات الدينية اللي احنا بنتبدأ نسمحها للأطفال خلي دايما البيت فيه جزء ولو يسير بين الأب وبين الأب للحوار للحديث للتعلم لازم الأب يكون قدوة لأولاده يعني أنا أتمنى أن كل أب يكون فيه على الأقل فرد أو فردين بيصليهم مع أولاده في البيت إن لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد بحيث أن الأبن يشوف أبوه وهو بيصلي معاه بيصلي بيهم جماعة بيبقى فيه يعني دائرة مستديرة للحوار على الغداء على العشاء بنقعد مع بعض نص ساعة الأبن لازم يكون لي قدوة حسنة في البيت من خلال الأب ومن خلال الأم ما ينفعش أن الأب يكذب على أولاده ما ينفعش أن الأب يعلم أولاده الشطارة والمكر والتعامل مع الناس بأسليب غير سوية لأن كل ده بيترسخ في ابنك بعد كده سلوكيات لا يمكن أن يتم إخفالها لأن التعلم في الصغر قنقش على الحجر يعني حضرتك اللي بتعلمه لابنك الوقت بيبقى العمر كله معاه فبالتالي ما ينفعش أن حضرتك تعلم ابنك سلوك غير قويم لأن هيطلع بيه العمر كله وكمان حضرتك هتاخد إثمه وهتاخد الزنب بتاعه فبالتالي أتمنى أن إن شاء الله الفترة الجاية المبادرتين دولة مازالوا قائمين ومازالوا موجودين في كل المساجد أتمنى إن شاء الله رب العالمين سواء في سعيد مصر أو سواء في شمال مصر المساجد كلها من الأول إسكندرية لحد أسوان بها الفعاليات شغالة إن شاء الله رب العالمين يعني بتقدم فيها فعاليات قوية جدا جدا فيها حلقات أسبوعية فديها تفيد جدا جدا للأسر سواء الكبار أو سواء الصغار بالجانب إلى التوعية المنزلية وأتمنى إن شاء الله رب العالمين لكل الأمهات ولكل الأباء التربية السوية والأخلاقية لأولادهم بإذن الله ولكن نركز على إيه في تربية أبناءنا يعني إحنا مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق الصدق الأمانة التعاون كل الأخلاقيات اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنا بيها وتعامل بيها في حياته اليومية هي دي المنفذ الوحيد لنا للصلاح والنجاة من مهلك الحياة شكرك دكتورة صفاء عبدالغني وأتوجه بسؤالي لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبدالعزيز ونصيحة من فضلتك للأسر المصرية في كيفية تأسيس وتنشئة الأبناء على أسس صحيحة يعني الغرس الطيب يأتي دائما بنتائج طيبة ويأتي دائما بحصاد كله بركة نعم في أول يوم من أيام الوحي التي داء فيها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى السيدة خديدة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها يقول لها يا خديدة لقد خشيت على نفسي فقالت له أمنا خديدة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر هذه هي مكارم الأخلاق التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا أو قبل أن تأتي إليه الرسالة ولذلك قالت له السيدة خديدة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا لماذا؟ لأن إنسان تحلى بمكارم الأخلاق لا يمكن أن يخزيه الله أبدا ولأجل ذلك كانت هذه النصيحة التي أقدمها للأسرة المسلمة حتى تكون تلك الأسرة هي اللبنة الصالحة في بناء المجتمع علينا جميعا أن نتحلى بمكارم الأخلاق على الآباء والأمهات أن يحرصوا على مكارم الأخلاق ليغرسوا في أبنائهم هذه الفضائل وهذه المذايا لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه في حديثه الذي قال فيه إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق فالأسرة المسلمة ينبغي أن تحرص في أمورها في كل حياتها في حركاتها في سكناتها على مكارم الأخلاق لماذا؟ لأن مكارم الأخلاق جزء أصيل من هذا الدين وبناء على ذلك فالآباء والأمهات عليهم أن يربوا أبنائهم على هذا وكما ذكرنا في وصايا لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تصعر خدك للناس يا بني اقصد في مشرك يا بني اغضض من صوتك هذه هي مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يحرص عليها المجتمع وأن تحرص عليها الأمة الإسلامية وأن تحرص عليها الأسرة الإسلامية لأننا إذا ابتعدنا عن مكارم الأخلاق رأينا هذا الفساد وهذا الهراء وهذه السلوكيات الخطأ في المجتمع الذي نشاهدها هنا وهناك فمكارم الأخلاق التي نتربى عليها التي نربي أبناءنا عليها لها أثرها الطيب في بناء المجتمع الإسلامي ثم يأتي بعد ذلك مباشرة من الوصايا التي تقدم للأسرة الإسلامية هي ماذا؟ أن الأبناء أمانة ومسؤولية عند الآباء والأمهات الأبناء والأولاد والبنات أمانة ومسؤولية عند الآباء والأمهات وسوف يسألون عن هذه الأمانة عند المولى تبارك وتعالى في يوم القيامة وسوف تظهر نتيجة هذا الأمر في الدنيا أيضا ولذلك المولى تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحدارة أي منعوا أنفسكم ومنعوا أولادكم وابتعدوا عن الأسباب التي من أجلها تكونون أنتم من أهل النار كذلك الأولاد ينبغي أن تبعدوهم عن هذا فإذا راعينا هذه الأمانة فإننا نحقق بذلك المسؤولية التي ألقاها المولى تبارك وتعالى على عاتق الأسرة المسلمة من الأمور أيضا التي ينبغي أن نحافظ عليها وتحافظ عليها الأسرة في تربية أبنائهم هناك أمر في غاية الأهمية وهو التعاطف واللين والتراحم مع القيران هذا أمر في غاية الأهمية لماذا؟ لأن القار هو أقرب الناس إليه وله حقوق عليّ وله واقبات عندي وبناء على ذلك ينبغي أن أربي أبنائه على المعاملة الحسنة مع القيران على المعاملة الحسنة مع أبناء القيران فلا ينبغي للجار أن يتقسس على قاره لا ينبغي للجار أن يؤذي جاره بأي حال من الأحوال وبناء على ذلك ينبغي أن أعلم أولادي وأن أعلم الأسرة المسلمة كيفية احترام الجار لأن المولى تبارك وتعالى أوصى بذلك في القرآن الكريم في الآية الكريمة وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً إلى آخر الآية الكريمة وبذي القربة والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل فالأسرة المسلمة عليها أن تحرص أيضاً على تربية أولادهم على معاملة الجيران معاملة حسنة لأن هذه المعاملة تؤتي الثمار المرجوة منها بإذن الله تبارك وتعالى وكما تحدثنا الغرس الطيب في البداية يؤتي دائماً بثمار صالحة طيبة نافعة أشكر ضيوفي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف وأيضاً الشكر موصول لدكتورة صفاء عبدالغني الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية ومدرسة تخاطب وابطرابات اللغة بجامعة بني سويف وكما تحدثنا في هذا اللقاء عن تربية الأبناء وعناية الإسلام بتربية الطفل أختم حديثي مع حضراتكم بوصية من وصايا لقمان الحكيم لابنه عندما قال له يا بني زاحم العلماء بركبتيك وانصت إليهم بأذنيك فإن القلب يحيا بنور العلم والعلماء إلى حلقة قادمة بإذن الله من ملتقى الفكر الإسلامي شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة